اسا بدأت عمله او لود المحاضرات بتاعتكم ابتدي بقى الديتا حطيت التكستبوك حطيت الكورس بتاعي كله متسجل اصلا فيديو من سنتين فاته كل الليكتشورز بالترتيب الاول ما بدأنا لاحة 2018 في طلبة يعني طلبة سنة 4 او سينيور 2 سجروا كامل. بالملاحظة اللي انا كتباح على المس يريد تاخدوها بعين الاعتبار عشان تعملت مشكلة السنة اللي فاتت. اه لما يعني طبعا بتبشرح في المحاضرات وكان فيه ناس عارفة ان المحاضراتي موجودة على اليوتيوب انا بخبيش كده انا بحطها كريسورس للناس حد غيب حد عاوز اعادة الجزء. اه يعني بخفيش ان انا عندي محاضرات اونلاين. لكن القصة ان بعض الناس اعتمدت اعتمد كلي على التسجيلات الاونلاين وما راجعوش من حاضراتي في نفس السنة في الكلية. فكان في سؤال في انتحال المسألة كاملة عملنا لها في السنة اللي فاتت. عملت لها بصورة كاملة يمكن فرفت لها نص محاضرة. عشان نتكلم عليها. وكنت بناطش كريفات معينة. وبقول الناس لو جاء كزا ترد كزا. ولو جاء كزا وسألت على كزا ترد كزا. وكان النتيجة الناس اللي اعتمدت على الانلاين ما شافوش الحتة دي. وكان سؤال كامل او ربع امتحان في السنة فيها. فكانت مشكلة كبيرة قاعدوا يقولوا يعني اه الناس اللي سؤال صغب او سؤال شكله غريب. وطيب انا الناس حضرت المحاضرة مفروض انها كانت شافته. وانا ايلابت تفصيل وفردت له وقت كبير في الشرح. فده معناه ان انا مسلا ان انا بخضر الامتحان ركزت على اجزاء معينة. فرجاء يعني انتو ناس كبار انتو بتاعهم مع سنة ربعة او سين يرتوع لانهما ناس كبار. فرجاء ان انت يعني هتاخد المود. طبعا افضل ان الناس تحضر المحاضرة بانتظام. بس لو حصل اي ظرف. وعارفوا ان انتو دفع سامعة كده من الناس وما سألت ان انتو بتحبوا الانلاين. بس ربعان يعني ان انتو لو هتستبقى بتتمسكوا الفيديوهات تسمعوها او تعتمدوا على اي تسجيل. لازم تراجع الناس اللي بتحضر تشوف ايه اللي تقال وايه اللي ما تقالش وايه الفرق بين الفيديو اللي انتا سمعته. لان دايما بقول وكذب كده على اللي مس. ان الفيديو المسجل ده مسجل من سنتين. ممكن اكون انا بضيف حاجة انا بشرح او في حاجة جايات على ادمي يعني حاجة قررت ان انا افرد لها وقت اكبر حسب تغير الريسيرش او حسب تغير الكنتكست في المادة. ممكن انا بضيف حاجات ساعات بحب واقف عندها حاجات براكتيكال. بحب اعمل لها ووقف عندها. فممكن يحسن حاجة ان السنة دي مسلا انا اقول ان حاجة قلتها وعلى اساس كده طبعا باني انا انا مسلا الشخص الوحيد مسلا في كورس تقريبا او انا مسؤولة عن الكورس ببقى عارف انا قلت ايه ما قلتش ايه فساعة ابتدي احط الامنحانة على اساس اللي انا واخدها عارف ان انا قلت كزا او قلت كزا في الاجزاء دي فممكن اسأل فيه. فراب المرحوظة دي تكون واضحة تماما. آآ عشان ما يحصلش اي محدش يقول ان آآ جاي بسؤال شكله ما اعرفوش الشيت مختلف. دايما اوضح النقطة رقم اتنين. النقطة من الشيت لما بتخطي يا جماعة الشيت دايما في صورته. آآ في صورته اللي معاكو بتقدرس آآ جزئية محددة بس. يعني مسلا انت هتاخد آآ محاضرات عن الانتنة بيزك او فرامتر. فانا بسألك في الجزئية دي. يعني نحط سؤال في الامتحان لازم اخد جزئية من المحاضرة الاولى او التانية او التالتة وبتدي لك بسؤال يبني على بعض. بتيجوا تقولوا لا ده الامتحان مش شبه الشيت. احنش مطلوب ان الامتحان يكون شبه الشيت. المفروض انت تبقى فاهم الكلامة وده ده تربط العلاقات ببعضها. آآ وعشان كده يعني الفور ما تبقى الساسمنت السنية دي هتكون انتحانات قديمة. هتشوفوا اشكالها او هننزلكوا محسن حاجات من او حاجة من سؤال على جزئية معينة. عشان بعد مرحلة معينة بتدو تشوفوا السؤال لما بيكون من اكتر من فكرة او من اكتر من شيت شكله هيبقى عامل ازاي. لانا كان فيدباك من للطلبة ان الشيت مش شبه الامتحان. انا دايما بقرأ الفيدباك بتاع الستودنس ودايما بحاول ان انا اشوف يعني ازاي نخلي احسن في التدريس وازاي نخلي تعادكم احسن. فدي النقطة رقم اتنين. آآ النقطة رقم تلاتة السنة اللي فانت عملت تغييد جزء لامتحانات الفاين. يعني غيرت الشكلة طبيعة الاسئلة شوية. خليت بعض الاسئلة على الفندامينتل. برضو عشان اللي تعرفوه عني يمكن انا اول مرة انزل لكم كورس. لكن عشان تعرفو عني انا مبطلبش اي حد يحفظ اي حاجة. يعني عمرك ما هتلاقي في امتحاني اثبات داش او حاجة لانسي ان اقول تكتب تلات اربع صفحات من دماغك. الميموري تست ده انا عمر ما بعمله. ولما تبص على امتحاني السنة اللي فاتت حاب ابعته لكم. لما تبص على امتحاني السنة اللي فاتت هتعرفو كده. آآ ممكن اقول لك من الخطوة دي اوصلنا للخطوة دي. بتبقى العبارة عن ترات اربع خمس طور. انت بتحاول تثبت معين من فهمك. لكن مش مسلا اثبت لي الحاجة الفلانية او رصي لي اثبات معين. واحنا طول ما احنا شغلين مع بعض اسألني لا بس انا القعدة العامة عندي ما حدش يحفظ. واي امبريكال او ديزاين ايكويشن. لان احنا جزء كبير من الكورس هي بتزاين واقلايد. هتبقى هند او مع السؤال. معنى كده انا مش مطلوب منك الخفزة في الحاجة. فدي النقطة راقبتين. فهتشوفوا ان شكل الانتحاني مثلا السنة الفاتل تغيق انا بدارس المادة دي من عامين وتساعتاشر او عديتها عليها عامين وتساعتاشر. هتبقى التغييرات في الانتحاني دي تسأل شوية في الفندامنتلز. والاسف سؤال الفندامنتلز ده هو اكتر سؤال واقع اه الناس او هو ده اكتر سؤال ده ايهم قال له احنا مش بتعودين يعني ما انك المطلوب ان اجابة في كلمة اختيار حاجة من متعدد كلمة واحدة هي اجابة السؤال. لو انت فاهم مفروض بتحط الكلمة ده. بس الطالبة لانها متعودة على اشكال معاينة من الاسئلة. اه شافت السؤال ده في اول الامتحان اول خمسطا شهر السؤال. وكل سؤال عليه درجة. فطبعا بالنسبة لهم كان في السؤال ده كان هيعمل في جريد عيد. عرغم من كده من السنين جابوا جريدز كويسة جدا. اه بس انا برضو بدي كل المرفضات اللي من السنة اللي فاتت. على اساس ان انا عشان الافي حتة دي بدني ننزل فندامنتال كوشنز هتبقى من الاسبوع الجاي. وده بعمل زي الشكك بوينتز كده. يعني كل مخضرتين مسكن موضوع هنزل لها بعض الشكك بوينتز لازم تعدي عليها في القل ماس. على الاقل حتى تشوف نفسك فهمت او ما فهمتش او الكنس بنفسه دخل في دماغي. شكرا على القلوب الطائرة اللي جاييني. فهنحاول نعمل كده على قد من انا. اهم حاجة ان انتم تشتغلوا معنا. مش هنخليها لانسي انا هخليها على قد كلمة هي حاجة ممكن حتى نحلها في اخر اللكتشور او في اخر تو اللكتشورز. يعني اللي جاعة تبقى مثلا خمس اسئلة اللي جاعة عن كلمة او اختيار من متعدد بحيث انت فاهم او مش فاهم. هو ده اللي انا دائما بشتغل بيه في كل الكورسات. آآ فدي وقت كانت دوهرية السنة اللي فاتت والناس كتير داي. السؤال الاخير اللي دايما بس يقوله في كورس الانتنة انا طبعا بدارس الانتنة الانترناشنال هنا. محضرتهم يوم الحد الساعة اتناشر ونصف. دايما بقول المعلومة دي طبعا هم بقبلوكم. آآ حتى لان هم بقبلوكم طبعا هم بقبلوكم. فدي هلاسك يكونوا قبلوكم. عشان لو في اي حد حصلوا اي ظرفة او حاجة ممكن. آآ يعني ايه يحضر معاهم. لان الكونتينت ومحضرت طبعا واحد هو نفس العلم انا ما بغيرش حاجة. بس خلوا بالكم ان التوزيع درجات في الكريدت مختلف تماما عنكم. انتو عندكم هم عندهم المتحان الفاينل اربعين واعمال السنة ستين. انتو بقى في الانتنة في المينستريم نخلي بقى امتحان الفاينل عليه ستين درجة. وعندكم اعمال السنة كلها. المادي دي اتنين كريدت اوور. ما فيهاش اي معامل. ما فيهاش اي لاب وورك. لكن آآ آآ ويت الامتحان عالي جدا. امتحان الفاينل الويت عليه كبير. وعندوكم كمان من الاربعين عشرين متر. فيفضل عشرين. العشرين دول بديديهم تمسطاشر حاجة اسمها ميجور طاسك. ازي انا شوطها في كل الحاجات. وعادة انا بنزل الميجور طاسك بعد الميتر مو على طول. في الاسبوع السابع او التابع. وبتبقى تيم بيزد. وكل واحد بيشتعر. طبيعة يمكن الميجور طاسك اشوف السنة هنزل ايه? آآ يعني بيبقى يعني وبتسلمه. فيبقى فضل عندكم خمس درجات. الخمس درجات دول هم هيكونوا على الكويز وان وكويز تو اللي احنا هنعمل له. وتدبر درجة الكويز ايه? هنخطها من عشرة نخطها من عشرين. كله في الاخر هتعمل له في درجتك. وانت هتعرف درجتك على طول في الكويزات. آآ كله في الاخر هنجمعه وفي الاخر هنريسكيله من خمسة. هو ده الطاب وده مش احنا اللي قررنا كده. دي ليحة الكلية ان الكويزز لا يتعرض درجاتها الخمس درجات من مجموعة درجات ايه المادة. في مادتي وفي كل المواد. بس هنا عندكم لاني انت حاني فاينل بقى ستين درجة وميتر مع عشرين زي المتابع. فبقى عندكم او اعمال السنة كلها منحصرة في اللي انا هبعتها اللي هي خمستاشر درجة من توتل درجاتك في المادة. كده انتم عارفين الهيراركي بتاعت المادة عشان كده بقولكم امتحان الفاينل عندكم غير الكريدت عليه ويتعالي جدا في درجتك. وبيبقى كل جريد جوه الامتحان ليه هويت لانها ممكن لو نزلت حبة حلوين فانتحان الفاينل عارفين درجة الفاينل لو بيتعملاش هتزل زي ماية ممكن انتم على طول تقوم مخفضة في المادة. فنخلي بقى لنا من حاجة زي كده. وده اللي بحبه دائما لوضحه في البداية عشان في الحتة دي كونس. فكان العلمي واحد والاكتيف بتزوى واحدة بالعكس عندهم هما بقى الميجور تاسك اتباعيها خمسة وتلاتين درجة. عشان هم كانت تبقى اتقل عندهم بكتير والتاسك المطلوبة اعلى. فبرضو مفيش مقارنة على ساعات بغير اصلا الميجور تاسك هنا ببريعة طبيعة مختلفة عن الميجور تاسك الدوم او طريق التاسك او الاساملس المطلوبة. تمام? اه انا شايف في الميتين دعاية دلوقتي اتنا عدينا تقريبا عشرة داي من المحاضرة شايفة خمسين واحد دفع دي كم احسان? مية او حاجة بسيط مية وعشرين كده او حاجة. طيب مش انتم اتفقين ان المعادة مناسب للجميع? هو كان في كده كده الناس النهاردة مش مناسب بالنسبة لها المعادة يعني في ناس بس عدد في ناس مسلا كان عندها ميتينج حاجة كده يعني مشروع او حاجة زي كده. طيب. اه ماشي بس اقطع كده احنا بتتكلم تقول احنا كده معنا التالتة بس في المحاضرة دي. هو العدد بيزيد في الوفلاين وجده ان شاء الله. تمام. ماشي اه طبعا هشرح والميتينج بس اه جماعة لو ترين ده زداد انا يعني ايه هغير طريقتي مش هقول ان انا هبقى شريرة لكن انا هغير طريقتي ان انا هخلي الناس دا متحضر. عشان ما يكررش تاني. اللي هو الناس ما بتحضرش بتروح تدولي عندي مشروع دي مادة اكبارية. عارف ان ده مش معادة في الجدول النهاردة لكن طبعا معاك يا حسيم انت اتفقنا ان المعادة بنسب للجميع. اه فلازم منها الناس تحضر. وطبعا هنزبط الكلام ده مع الاسبوع الاخر الاسبوع الجاي هيكون معاك طبعا متأكدين ان كل الناس فاضين ولازم يحضر. ده متحطش لو سمحتش انا سربت برضو كان نفس الكلام. الناس بتفتكر ده مادة اتنين كريدت اوار اروح احضر مهاضة المشروع بس مع اليوتيوب فيديو. اه يعني اه 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 تخلوا حاجات دي للطوارئ لكن ما يش اسلوب حياة في المادة ده. كمان حضور الساكاش المهم. اه بس هدوك. ان هو ده المنفذ. اه. الاسبوع ده بس الجدول يعني. احنا عارفين. انا 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 فهمة كده. بس مش عايزين اقولك هو مش اسلوب حياة في المادة. عشان بس منرجعش تاني على نهاية الترمي نبقى يعني ايه اسم درعة. اه بس اه اه بس اه يعني الجدول المطلوب بس شوية. كمان. خلاص بكده كده انا عامل لمحاضرة النهاردة على اساس ان استسمع برضو كلام اللي انا قلته لايف. انا طبعا بعت ان انا المحاضرة تتسجل فانا الوقت احبدأ اشير. اه ممكن اعرف اه انتو خدتوا يعني ايه المحاضرة اللي فادت او غطيته ايه اه هل سمعتوا كلكم الفيديو اللي انا بعته. التعدي التشمنت. الناس اللي في الميتنج هل انتو سمعتوا يعني ممكن تعملوا فان باب او حيجة هل انتو كلكم شفتوا الفيديو اللي اتبعت. بتاع دي التشمنت الفيديو اللي شفتوا. الاسلام وليد الالف رافع دي ورقم خمسة ايه بقى اللي انت علمتوا بالفيديو ده وايه اللي شفتوا. اسلام وليد الالف. ايه ايه. اتفضل 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 انت شفت الفيديو ايه اللي فهمتوا بالفيديو ده. اه اللي تعلمت في الفيديو ان هو يعني هو كان مثلا كان لصص في الميكرويف قبل كده اللي احنا كنا بناخده. احنا بقى نستغل اللي كان لصص بالنسبة لي في الميكرويف واستعملوا ان هو عشان يبروبا جيت في السبيس وكده. طيب هو انت هو تبوز من الاجابة صح هو بوز من الاجابة يعني سوان تفكري مش صح قوي. حيث ان احنا راديش اللي كنت زمان بعتبرولوسيس هو ده اللي هشتغل به. هدي جزء اللي مكنتش صح. اه الجزء الصح اه انه هو فكرة ان احنا ازاي ايه او يعني المحاضرة الاولى انها بقى نعرف في الاسبوع التاني. بس انا حبدأ بسرعة او سريعا انا عادي على المحاضرة الاولى لانها مهمة جدا. طيب ان شايفة نادة محمد عبد الحميد. يا نادة. معتي ايه في اه 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 ايه اخبار الفيديو انتيش. ايه اللي طلعت بالفيديو ده? اه ادي اتاتش من تيري دي يعني يستعمل ازاي. احنا اصلا نجيب الانتنة عبارة عن تو وايرز. لو عملنا اه اه لهم يبدأ الالكتريك فيلد يبقى لي باليو في بعض البوينتز. فتوصلنا ان احنا نعملهم يعني اتنين كده عشان يبقى الالكتريك فيلد يبقى لي ماكسمائي باليو يعني. فبس ده كده ازاي ان الانتنة بتشتغل. وازا عرفت ازاي اننا نصدمها كترانسيمتر وريسيبر. طبعا حنا نوصل بناها بس. لكن بنحط بنحط اللود يعني. شكرا جدا يا نادم. طيب بص يا شباب انا هشاير اول ما. شكرا جدا ده. اه كده هشاير اللحظة ده. اه تمام. طبعا حملت الكلام ده على عندكم. طيب بصوا بعد ما اه كده الناس تدأت شايفة الاسكريين عندي ولا اه كده السكريين ظهر عند الناس. اه تمام. تمام. خاص. طبعا دي المحاضرة انا عدوكم كنت ببدأ بها الكورس دايما اللي هو لازم نفهم الطلبة انتوا يا جماعة جايين لنا اه من كزا كورس جرستو. احنا عشان نعلمك الكتروميجنيتك ويف طبعا يعني اول حاجة اه انت تعلمت اه واتز انتنة اصلا. هي ليه الانتنة بنستعملها? طبعا انا عارف ان كلكم في دماغكم دلوقتي ان انتو الانتنة هي الحاجة اللي بتخلي الويف تبقى او بتخلي سيستم بتاعي. كلكم ده الكنسنت اللي عندكم اكيد هو عند اي حد ما بيدرسش حدا. ان الانتنة هي الجزء اللي من السيستم بتاعي اللي هيخول السيجنر من ويرد لوارس. يعني لو سيستم بتاعك زي الموبايل او المودم اللي في البيت او اي حاجة انت بتشتغل بها. كانت عبارة عن اه في نهايتها انتنة. فانت عارف ان هذه الوسيلة هترسل او هتستقبل الاشارة اللي نسموها الاشارة اللاسلكية او الاشارة الوائدس. بس احتى جاي انت جاي زي ما قولت انت جاي من جاي احنا علمناك من يوم ما دخلت اتصالات او بدأت تدرس في الميجور بتاعنا اللي هو او هو اه نوضح للجميع. هنا احنا مش بنتكلم على التخصص بتاعنا على انه اه ان هو يعني زي ما انا عارف ان طبعا كلكم في الماكسل اللي بتوع المايكرويف دول اللي لابسين بلاطي بيضا بيخلوا ماكسل الاكوائشن. ما لهمش دعوا بالناس ولا العيشة ولا اللي عايشان. مع ان الفكرة دي خلط تماما. كل اللي انت بتتعامل بيها النهاردة. اه زي ما الالكترونيكس تكونتريبيوت تو ات زي ما الار اف والمايكرويف كنتريبيوت تو ات على سيم ايكوال ديستنس. مشتريتكم هنا في الاستادي بلان او في الاي سي اي ان انتو بتشوفوا بتاعت التخصصات اللي اللي مع الالكترونيكس بتشوفها متأخر جدا. يعني الالكترونيكس بتاع الار اف. وفي دواير في الار اف بتاكوموديتر اللي بيحصل. والإفكس اللي بتحصل في الار اف لازم تفهمها عشان كده بدلا ندرسلك سري سري وان وسري سري تو. وبتيجي عندنا فورس سري تو وعندك الترمي جاي فورس سري سري. اه كمان الاوبتيكس معاها دواير الكترونية بتساعدها بس احنا بنبعتك تدرس الاوبتيكس عشان انت تعرف ان الترامة الفريكونسي عارية في افكس ما كانتش موجودة زمان. الاسبكترم بتاعك كبير كمهندس اتصالات. انت جاي اصلا كنت زمان قبل ما تخش اتصالات كنت تشتغل كان اخرك في الترددات من خمسين لستين هيرتز. هو ده الكباسي تاعتك. ما فيش افكس كتير مفروض تاخدها معك في الحسابات والدنيا ماشية سموس وقواعد السيركتس العامة البوتش والقرنت واحدة. وسهلة جدا. ابتديني نقول لك لأ يلا بينا فيه الكترونيك سيركتس لأ السيجنال مش دي سي لأ ده فيه منها اي سي لأ ده فيه شوية قواعد جديدة هتفيه دخلش عليك. وستيل السورس ده على خمسين وستين هيرتز. بعد كده جيت بقى لما دخلت دخلت فيه زي ما درست مع قسم باور. انا معرفش تحت تانية اين ده مابادة تالتة وربعة. بس يعني الباتر مشيت بيه وصلت عندنا في في الاخر حضرتك مهندس اتصالات مطلوب منك نقل المعلومة من مكان لماكن. واول نظام في النقل هو نبعة الاشارة ابعتها في سلك. هبعتها على سلك. طب فيه كم طريقة للسلك ده قبل ما بدأته. قلنا لكم طيب تعالوا نعلم. طب احنا ليه اصلا ليه مايجريتد للار اف. تجينا نطلع في الاسبكترم ونزيح كده شوية بشوية كان فيه بقى السيجنال بتاعت اليو اتش اف والبي اتش اف. اللي كانت زمان في التلفزيونات القديمة. اللي هي اولترا هاي فريقونسي وفيري هاي فريقونسي دي قبل المايكرويب. كانت موجودة في التلفزيونات المقرائل ديته ممكن انتم ما تبعوش عليها انتم بي الحديث يعني. بس كان حتى زمان تفتح كده يقول لك يوقع اش اف ولا بي اش اف القنوات جاية على ان يتردد. وكان ده بلو المايكرويب ريجيم. بعد كده الدنيا اطورت. احنا عايزين نعلم الفريقونسي. اه بس العلو في الفريقونسي مهندس التصالات ابتدأ ياخدوا على انه لازم يقضيط المعلومات بتاعته. ليه? مطلع الفريقونسي حاجتين بيدان بيحصلوا معنا. اول حاجة بتحصل ان فيه بتحصل ما كنتش شايفها وانا تحت. تريد انت عارفة زي الميكروسكوب كده كل ما الفريقونسي بتاعها كل ما الويب لنس عملت ازغر اعتبروها كدنكو مسكين ميكروسكوب بتاعت الحاجات بتاعت تشوفه او تاخدوا اعتباركو الحاجات اقل فهاتي تشوف تفاصيل ما كنتش بتشوفها زماني. فمعنى كده لازم تاخدوا اعتبارك في تصميم وفي نقل المعلومة. طب هي ليه الناس بينكو وكلكو قاعدين وبتسمعوني كده يا زي الحدوتة يعني. ليه الناس قررت تطلع للار اف. ليه يعني طبعا في مشاكل. وكمان يعني كل ما بستعمل تردد في لبل عالي. اه كل ما انا حضرتك اه لازم بيقى في لصص اعلى وبنصدي انا اكمبنزيته في بتاعتي وفي الشغل اللي انا بشتغل وفي نقل المعلومات في لغة زي ما قول انت مهندس التصالات. مهمتك ان يشتغل وينه المعلومة المطلوبة من ناحية لناحية. او يحقق سيجنل او طلع سيجنل بشكل معين او يتساقبز اشارة بشكل معين. حاجات كتير اوي. وانت بتخدم على ده من كل الحاجات اللي انت بتشتغل. في اما تكون في وعندك 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 وعند في الاخر تيجي تشايلها الواحد زي شنطة الظهر اللي انت جاي بيها كلية. الراجل ده هو احنا الار اف. ليه بقى ان احنا طلعنا في على. بل ما استكفنش بكده. لأ هنطلع في الار اف. لأ ده كمان عايزين الاوبتيكال سيجنل. طب ليه عايزين روحنا هناك. يعني في فايدة اكيد الناس مش عايزة تدرس افكس اكتر وتتعب نفسها واعصب. وكل ده على لفل الواير. يعني انا بكلمكم عن نقل على ترانسيميشن لاين. اللي هو ابسط كابله انتو بتشوفوه. كلكم بتتعاملوا بيه وعندكو في البيت. الترانسيميشن لاين. اللي درستو في ثري ثري وان. هو الكابل اللي موجود في الريسيبر. الكابل الاسود اللي بتسموه كابل الار اف. اللي جاي مديش شفوه ودخل على كل التليفزيون. ده كابل ار اف. مسافة سيارة. ما حتى لو منقول من السطح لغاية البيت عندك. يتعتبر مسافة كابل النحاس. وممكن ينقل المعلومة اه ار اف كابل ار اف بيقولك. وده دايما حتى الراجل يقولك تعدش ده كابل الار اف يا باشا ولا تخلع ولا تعمل. وليه بنسميه كابل الار اف? لانا بيتعامل مع ساتيلايت سيجنال اللي جاي لك مع السيليفزيون. كلنا الوقت عندنا ساتيلايت ريسيفر. وبنستقل اشارات في الجيجا اللي هي 12 جيجا هرتز او من 10 ال 12 جيجا هرتز الباب. ليه عمالين نطلع? ليه بنروح الترددات الاعلى. اكيد في سبب يعني علمي. الناس كده مش يعني بتطلع فوق. بسبب يعني محدد سمعه دلوقتي. الباندويتس اعلى شكرا ان انت رديت علي. فعلا الباندويتس اعلى. عدد طلباتنا زاد. طموحنا في الداتا ونقل المعلومة زاد وانتقال المعلومات زاد. كلنا عايزين وكلنا عايزين باندويتس كبيرة. واحنا عارفين باندويتس كبيرة يعني بيت تريت عالي. احنا جاءنا عايزين حاجات كتير. وكمان سرعة مطلوبة عالية. يعني مش بس عايزين حاجات كتير محتاجة باندويتس. احنا نفسنا كالناس بقت طلباتنا كتير عندنا هاي دمان فنمبر بيزير. باندويتس مطلوبة عالية جدا عشان تشغل اكتر من حاجة في نفس الوقت. كمان مطلوب منك انت كمان عايزها وذن سرعة عالية. الكلام ده كله مش ممكن كان يتحقق باللوف ريكونسي الخمسين والستردين ارتز اللي تاعة. لانتو عارفين ان الباندويتس بتاعتك هي نسبة من الكارير او التردد اللي انت شغال عليه. كمان الاف في كارير يقدر او الكارير انت قلعته في الار اف وانتو عارفيني الكلام ده اللي كنتو تعملو اللي هي بتسموها اللي ترسلوها. هي عملتو موديوليشن للسيجنل ورفعتوها على كارير عشان يشيل الحاجة دي. لان الباندويتس الكبيرة هي نسبة من بتاعت السورس اللي ده شغال بي. فلما هي من السورس كل ما اقبر الكارير ده كل ما اجيب رجل كبير يقدر يشيل فشانطته على ضهر يشيل حملة اكبر ويمشي بيه. وبعد لما يوصل الناحية تانية وشايلنا كل المعلومة بتاعتنا الحلوة نبقى نقول له نزل الشنطة من على كتفك واستقبل المعلومة الناحية التانية. سواء بقى بيستقبلها وايرد او بيستقبلها وايض. تمام? فعشان نعلمكم ازا تتعاملوا مع الهاي فريكنسي جيتوا كورس سري سري وان قلنا لكم الموجة على فكرة مقدمة دي مهمة جدا لازم تربطوا الكلام ببعض والمعلومات ببعضها. جينا قلنا لكم انت هتحلل الار اف او الالكترو ماجنيتك ويف سيجنال كان اسمه كورس الالكترو ماجنيتك ويف. هو الكترو ماجنيتك انجين. كنتوا بتقولوا ايه? قلنا لك هنبدأ معاك الخطوة الاولى. هنقول ازاي تتعامل معها تحل ماكسويل اكوشن في انباوند السيجنال. يعني انباوند السيجنال. يعني هحل ماكسويل اكوشن في الموجة كنتنا هتخيروها كده كنتنا هف ملعب الكرة بتاع الكلية او في مكان ما يفوش لحوائط واقن موكة طريقة. ما فيش اي باوندري بتقابلها ولا حاجة بتحدها. لو طلعت من السورس دي هي ماشية بطريقها كده محدش بيعترضها. وكان المطلوب منك انك تحسب دايما طالما بنقول بنشتغل الالكترو ماجنيتك ويف يبقى دايما المطلوب من حضراتكو انك عشان تشتغل كانجينير وتاسس السيستم بتاع بداعك كان دايما بتحل ماكسويل اكوشن او خطو بتحل الواف اكوشن زي ما عارضها مع دكتور حسين. وحليته الالكتريك فيلد والماجنيتك فيل. ولازم بتحصل لهم الاثنين. لان الاثنين دول هم مفتاح انك تحسب كل حاجة للواف دي. وانس ان احنا بنريش الستيب دي تتفتح لك كل حاجة في السيستم بتاعك. الجه دكتور حسين قال لكم اه طيب النهاردة احنا هنعلمكم اول فتوة في الترانسيميشن. التقطو وير ترانسيميشن وكتب ترسمه سكيماتيك وسيركت وتعلمته سميشات. هتقول لي ناس كتير هتقول لي جاب القلعة جنب البحر. احنا كنا عايشين قوي في الكتروماجنيتك ويف. وكنا في الجزء الاولان من الكورس ده. انا درست الكورس ده كتير قوي. اه بنبقى بنمعرف ان نفهم ازاي لو الواف ماشيها في الهواء. لو الواف ماشي جوه ضايي الكتريك ماتيريا اللي هيحصل لها ايه? لو ماشي جوه كوندكتور هتبهيف ازاي? عشان نفهم طبيعة الموجة هتتعامل مع الميديمز المختلفة في الحياة ازاي? لو انا طلعتهم السورس جده وقابلت الميديم ده هي هتشتغل ازاي? ولازم انا اكون فاهم دي عشان اعرف انا بشتغل ازاي? بعد كده قلنالكم لأ ده الموجة دي ممكن تقابل وكان دك بزء بتاع الفلكشن والترانسيميشن. لما قنات لأ ده الموجة دي وهي ماشية ممكن تغير الميديم من الهواء هتنقل على ضيء الايكتريك ميديم. لدي جاية من الهواء وهتقابل كوندكتور ميديم. اه طب هتحصل ايه? تعمل عاملة زي كورة التينيس كده هتحصل ايه? تقوم قابلة الماوندري بين التو ميديم سبق عاملة زي ايه? زي كورة تخبط تكنها شايفة حيطة. هيحصل ايه في الحيطة? هتقوم الكورة رد عليك الناحية التانية. او لو انا اعتبرناها حاجة مططية ممكن تتفكك وبعضها جزء من الموجة ينتقل للميديم التاني اللي هو تغير فوصه وجزء يرجع علينا تاني. وكان لازم تدرس ايه تحسب قد ايه من الموجة يرجع وقد ايه من الموجة ينتقل للناحية التانية. ليه? كل ده بيصوب في دمائك كمهانس التصوات. لو انا بعتت اشارة وحصل علي ريفليكشن. هل مجمتي نقلها الناحية التانية اصلا لما كان افر على بعيدة عن الترانسيمتر مثلا. طب لو رجع علي جزء يبقى انا فقدت جزء من الاشهارة بتاعتي. طب والمتبقي ايه? ده بتاعي. طب وصلت للريسيفر في المستوى المطلوب. وده كانت الهدف عندكم. دايما تحسبو ال اي والاتش. كان حتى عندكم جزء كبير من شغلكو في المسائل بتاعت انك تحسب الالكتريك فيلد والميجنيتك فيلد الانسيداند والريفليكتد والترانسيمتر. حصل ولا ما حصلش? وكنا نغلص عليكم شوية نقول لكم مرة السقوط عمودي على الباوندري ومرة بقى لو هو لزاوية والبرالي والبرايزيشن والبريبين ديكروز لكل انواع السقوط الموجة. الموجة ماشية وبتقابل الميديا بالتاني بزاوية ولا جاي عمودي على. حصل ولا ما حصلش? اكيد حصل. 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 طب انا انا استفدت ايه كمهندس من كل الشغلانة دي غير الرخامة. ما انتم بلايه ما انتم شوكو انا عنده انسايد كده جواه هو ليه حل الكلام ده? صمت رهيب. وده بيرجع لكرهكم لماده اصلا. حطوهش في الكتة العاملة. ها? نقول. طيب حد عنده اجابة محتملة للسؤال ده. يعني انتم فشايفين ليه ليه انا درست احسب اللي رايح واللي راجع واللي قصة دي من ناحية العملية كمهندس. النهار ده انا بيتكلم سينيور تو. قربت تتخرف دماج مستستمس دي. شايفت دي بعد ما انت خلصتها وانجحت فيها. فدليل انك معي النهار ده. ليه كنت بتدرس الشغلان? ليه بتحسب الاركم دي? تفضل تشكله نفس البشمانس اللي كان بيجاوبني من شوية. تفضل. الصورة واحدة تقريب. اقول يا بشمانس اسلام وليد. ان هو مثلا يعني اغطي كل يعني اغطي الورس كيس سيناريو. ان هو بحيث لو هو حصلت يعني كلها انا ممكن اعمل ايه او الحسابات او حاجة زي كده او مسلا لو في اكسبتنس انجل مثل المفروض اعمل عشان السيجن التعدي او كده يعني احاول اغطيمايز انا احاول ايه. انا احاول اغطيمايز السيجن اللي بيحصل. انا لو قيت مسلا اعمل اوبتيكال ومسلا ما يكونه من مادتين. لو انا دارس وفهم طبيعة اللي هيحصل على بين المادتين دول اعرف قدي يفضل جوه مثلا الفايبر بتاعي زي ما درسته في جايد جوا كور وقدي يخرج بره لكلات. فانا المعلومة الاسية جوا كور. لو انا مش فهم من الفرق ان ان في مختلف او ممكن جزء منها يرد علي. يبقى انا مش هارف احسن. ليه كنت بحس بالالكتريك فيلد والماجنيتك فيلد عشان اقدر في اي لحظة اقف عند اي مسافة في اي ميديم واحسب التوطل باور اللي شايلها الويب. مهمة اه دكتور اه مهمة. مهمة عشان باور دي اعرف انا بعمل دايرة الكترونية او بعمل سيستم كبير. حضرتك لازم تتأكد ان كل باور زي ما انتو زمان وانتو صغيرين كده كنت قد اسمها الماكسيمم او سيبن الاكوبلانت. كان ايه كونديشن اللي بتحققه سيبن الاكوبلانت في الدوائر اللي بسيطة الحلوة لانتو بتحبوها. تقول لك انا بتطلق ايه كونديشن اللي عنده يتحقق الماكسيمم باور ترانسفير. يعني ايه ماكسيمم باور ترانسفير? يعني بالنسبة لي انا ان كل الباور اللي خرجت من السوس راحت لللود. نفس الكلام في الار ايف انا عايز الباور اللي هتوصل للسيستم اللي بعدي او اللود اللي انا حطاه هي الحاجة اللي هتشغله او الحاجة اللي هتخليه او يستقبل الاشارة بتاعتي واعمل لها زي اشارة التلفزيون فاتفرج انا على المحطة سرينة. لو الباور نزلت عن الليفل المطلوب او في بتاع الريسيفر يبقى حضرتك مش هتستقبل المعلومة اللي انت منتظرها بصورة صحة. وده كتير جدا بيحصل في ايام مثلا زي المطر والزعبيب والحاجات دي يبتدي الطبقة والقل اللي اني بيهتحرك من مكانه فكمية المعلومات اللي جاية من الساتيلايت تبقى اقل من الليفل الباور بتقل وتلاقي حتى ساعات بعض الناس لو الطبقة بتاعها مهزوز دي لان الاشارة عملت داكسل على التلفزيون. محصدتش لأي حد فيكم واقعد ونزلت للتجمع وفي العادة الهواء دي. محصدتش هو قاعد كده يتفرج لو دي يجي الراجل بتعديش ولك اللي باشا لقل اللي النبي متحرك من مكان دي بقى. الحبة اللي كان هيفوضهم فوكس ده عليه او الاشارة تجيله جاية اقل من موجود. على ما نزلت الريسيفر دخلت عن نويز بلور. ييجي الريسيفر يشوفها يبقى في اي سيستم. يعني انا بقى تقشارة من مصدر وبنقلها لمكان تاني. حرة طريقة بقى جايدت جوا مصورة جوا. لو انا ما اخدتش في اعتباراتي. ان في حاجة ممكن ترد علي. ممكن اللي بيرد علي ده هيجي عالي جدا. فيقوم حارق السورس اللي انا اطلع بيه. او يحرق السوب سيستم اللي قبلك. انت مسلا عامل ستيج وان والدارة فيها ستيج تو. يقوم حاجة النتيجة للمسماتش اللي حصل بتوين سيستم او انت معرفتش ان فيه هيحصل من تبتين المعلومة بمكان لمكان. ودي المعلومة اللي كنت بتدرسوها مع دكتور حسين في الترانسيميشن لين سيري. انه كان يقولك حوط السكيماتيك لسيستم بتاعك واحسب الرفلكشن كوفيشن. كان الرفلكشن كوفيشن كنت بيه انه بتعرف اني انه ما يحصل مسماتش تقدر تحسب المسماتشة دي بتعرف الباور اللي راجع عليك قد ايه. ده مهم جدا. يعني انت لو مش قوير بكل التفاصيل دي. انت ممكن تحتق السورسز وانت بتركب حاجة او انت بتعمل ديزاين. لو الباور عالية جدا اللي راجعه. اللي هتزودي حاجة الناحية التانية وتحرق السورس اللي عنده وكل حاجة تطفي معي. فدي كلها ملاحظاتهم هلما ما فيش حاجة بتدرس كده هبهزر. كلها ما دكتور حسيني تدكو اسمي شارت وترانسيميشن لين ادهو لكم لان دي تول اضافية اسهل شوية من اكتوعة تحل الماكسول ايكويشن. احنا عملنا انالسيس بدأنا لكم بالماكسول ايكويشن. ماكسول ايكويشن يعني ايه ترجمتها بكل بساطة. يعني الموضوع مش محتاج اي تعقيد. ماكسول ايكويشن هي معادلة تفاضلية من الدرجة التانية. لما بتحلها الميديم معين او سيستم معينة عندنا في الار اف. تمام? اه بتحسب الالكتريك فيد والمانيتيك فيد في الريجن اللي انت بتحدد هزي. وتعرف الموجة الاي والاتش بتاعتها كام. لكن مش دايما دي قلطق والسيميليشن توز اللي تشتغل عندنا زي اتش اف اس اس و سي اس تي اللي دخلتهم في المعامل بتاعت سري سري وان و سري سري تو بتشتغل انها تحل الديفرينشل ايكويشن. وتانتيجريت عجول استراكشن اللي انت بتحل. لكن النهارده النهارده في الدكتور حسيني اداكو حاجة اسمها اناليتيك الاناليسيس او سيركت موديل فور ايكويبلن فور ار اف. كان دي عبارة عن معادلات ظريفة ولطيفة بتكونتريبيوت او بتانوتيت او بتريليت الولتج والكورنط للي والاتش لانهما فعلا ريليتي. وبتتعامل انت بقوانين السيركتس ودي لطريقة مبساطة للتعامل مع الدوائر. لو انا مش عايز التفاصيل قوي وفش في لي والاتش بنسميه اجزاكت سولوشن. ممكن المهندس بسرعة بقواعد السيركت اناليسيز اللي خدتوها في جزء التاني من الفورس تاع سري 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 وان. حتى في الار اف انو يستبدل كل حاجة للسيركت موديل ويقدر يعمل سريع لنفسه الباور قد ايه والامبيدنس قد ايه في كل مرحب. عشان يقدر يعمل سريع للاحداث اللي هو فيه. لأ انا عاوز بقى هاي اكيوريسي وموضوع مهم كان لأ ارزم ارجع لماكسوال واحل الديفرينشل ايكوشن. لكن دائما المهندس بيبعث كويك اسمت للباور وكويك اسمت للايه? اللي هو بيتعامل عليه عشان يقدر يعرفي مسماتش ولا? وده كانت موضوع اسم الشارت. ان في اجهزة كتير بيتعامل باسم الشارت عشان تعرفيه مسماتش من السيستم وبعضهم. والمسماتش ده خطير جدا. لو فيه مسماتش بتوين تو سيستمز او ما رحبتين بتركيبه ويقدر يعمل ويبداني عندك بتغوص. انا سحبتوكوا في حكاية طويلة بس كل ده على فكرة تربيط للحاجة مع بعضها. جيت هوبا قال لكم في سري سري تون. جينا سري سري تون لكن برضو هتحل ماكسوال بس معلش تور ده مش هيقدر يكمل معانا للنهاية. تفتكروا ايه ستفق بلا خلانا زي سري سري تون. اكيد كل عالمي برضو مفيش حاجة اسمها رخامة يعني. اكيد فيه اكيد فيه اكيد فيه كل حاجة خدوها في التخصص ده. مفيش حاجة بتتحدس او فيه اوبشن تاني بتضافلك او حاجة انت بتدرسها اللي اكيد فيه حصل على التكنيك الاولاني فلازم تفتح لنفسك او في حاجة بتحاول لها في التكنيك اللي بتدرسها بعد كده. فانت لما خلصت معانا الترانسوميشن لاين يعني قلناك من انباوندد سيستم خلناك تحل بقى كابل او كو اكسي الكابل وانا لك لا ده ما نكتفيش. تعال عندنا كده لأ حنخليك تدرس تري سري تو. كان ايه موضوع تري سري تو شباك? انك تدرس حاجة اسمها الويف جايد. هي برضو سلك او مصورة. وبتاني المعلومة بما يكلم اكيد يعني ربطين بين السورس وبين السيستم اللي بقى سلكة او بكابل او بنقب او بنقايد بنسميها الجايد موت. يعني ايه الموجة لها جايد لها مصار احنا بنحددول تمشي فيه زي السلك كده. بس السلك تحول لمصورة من الحديد وده كانت كلوز دي ويف جايد اللي قدرتكو درستوه في الجوز الاول من سري سري تو. وكان عبارة عن ايه كانت نقول ان الموجة هتمشي في الريكتانجلر ويف جايد والسيركولر ويف جايد. وكانوا بيسموها كلوز دي ويف جايد عشان بدأت تحوطها بحديد من كل اللي تهيجي. عشان كانوا بسموها الويف جايد المقفولة. تعرفوا ليه المقفولة? الاسم ده جيه منين? طبعا حاجة علمية يعني في الاستراكشن. انه باوند من الفور دايريكشن? باوند من الفور دايريكشن وايه تاني. في حاجة اقوى من كدا? هو صحي وماصورة مقفولة فعالي. بس ما ما الاوبتيكال فيبر باوند من كل البيسامو الاوبناواي kadın باسموها الويف جايد ليه? بيموت السيجنال تماما اه انتو عندوكو البوندري كونديشن على الكوندكتور انه تنجنشل بالساويزين فبتسميه closed waveguide عشان ايديالي بس ايه ايديالي انه هو مش هيسمح بخروج السيجنال من بره الويفجايد لبره ولا بيسمح بانترفيرنس الخارجي لجوه لو قدرت تخلي صمك الويفجايد او صمك المعدن اللي في الويفجايد comparable skin depth زي ما درست في سري سري وان الموجة لو جاية من بره واختركت الكوندكتور مفروض حسب اللي درسته انها هتموت جوه الحيطة فما تخشش تأثر على اللي جوه ونفس الكلام حلته boundary condition بنسميها boundary value problem وحسبته ال E وال H وحسبته المود وبرضه قدرتوا تحسبه الpower delivered بال fundamental mode والhigher order mode والقصص اللي انتو اشتغلتوا بيها دي بعد كده العلم راح طالع تاني قال لك لا احنا عايزين نعلم بالfrequency وعايزين نشتغل بالoptical fiber تفتكروا ليه ما عدناش في المواسير ليه وليه خلق رحنا للويفجايد اصلا ليه رحنا للقلوز دي بايد ليه موجودة معاني شكلها ديمو دي بالنسبة لكم وايه حتة المصورة الحديدة وليست حد بيستعملها وبشوفتوها في المعمل وشوفتوها في المعمل فوق في الكورسزه اكيدا عملتو التجارب على الكابيديز وعالكتاني على الويب جايد فشوفتو مواسير فوق تفتكروا المواسير دي للتعليم ولا استيلا حد بيستهدمها في application وايه الميرت اللي فيها عن الترانسوميشن اللي مش كلنا شغالين بالسلك شكرا نيترولز فعلا high power الكابلة او الترانسوميشن اللي عندك في البيت اللي سمينا في الاول هو في الاخر ليه معينة ومتضرش يعني عن power level معين لو عليتها عليه الpower او الابليكيشن بتاعك military application او long distance application زي المحطات زي البيز ستيشن او كده لازم انت مقبر ما تستعمل هيحصل failure للكابلة ده وندرش شغال به حتى الprinted surface boards في الالكترونيكس الRF في كفاءة معينة للprinted على السبستريت وحاول ما ادرشي تستحمل في الحال اللي كانت لازم تستعمل المواسير الحالين عشان تستحمل power العليا وكتير جدا الابليكيشن ما زالت تشتغل بعد كده انا قلناكم على وانا هنعمل ايه يعني ليه ليه الناس راح حد بجي البرولوس بقى ما توقف سوالين وربعة عبدالرحمن شريف مستفى عبدالرحمن شريف مستفى عبدالرحمن شكرا انا حسام اللي رد ولا مين اللي رد انا حسام انا حسام طيب عبدالرحمن رجل عشان بنستخدم فيه هاي ريتس يعني وفيه اللوسس دول اه لما شالنا شكرا يا عبدالرحمن لما شالنا لما شالنا الحديد من واشتغلنا كله ده الالكتريك اللوسس ساعتنا قال نكتكيري ترجع على ايه مهندس لاتصالات ترجع عليه ان تبقى اللوسس منخفضة يقدر يسحب لمسافات اطول المعلوم لان هو كانت مشكلته الاساسية ان اللوسس عالية فما يقدرش ان هو او يبدأ يعني ايه بيخسن لو اللوسس كانت عالية جدا ما يقدرش انه انه هو يشتغل به تمام طيب ده الجزء ده النهارده بقى جينا هناخد كورس الانتنة فالنهارده بنقولك انت طول حياتك او طول الوقت انت عمل ان انت تنقل المعلومة من ويرلس مود او ويرلس مود بس النهارده الحاجة تبقى بعيدة عن بعضها قوي وانا النهارده طرق انت لازم اعمل او يكون عند لازم عن المعلومة فهنا وصلنا لفكرة الانتنة او هرجع تاني اشير السكريم بقى لها اول واحدة اه اشير الانتنة تمام ان انا عندي حسأل بس سؤال هو ايه الانتنة وهي زي ما الناس قالت احنا شوفنا في الكابلة او شوفنا في الفيديو ان هي عبارة عن السلك اللي كان شغال زي ما زمان انا حسيب لو عندي او البانفع في الهاي فريكونسي احنا بس هعدي الهتة دي اه هذي دي الراسة اللي انا عايز اتكلم عليه ان انا عندي زي زمان انتم شايفين الالم بتاعيه بتحرك عندنا زي زمان عندنا نفس اللي حضرتك اللي درسته مع دكتور حسين وبعدين ابتقدت ان احنا عندنا السلك ده مفتوح لاخره او اللي حصل ده وبنقول ان جزء ده هو الانتنة او اللي حين الوايف من جوه السلك اللي هي لها مصار وطريق تمشي فيه تتحول او كان هنا دور الفيديو اللي انا بعدته ايه اللي خالي او اللي احنا ساعات حتى ممكن في الامتحان اسأل سؤال واقول للناس ممكن النقطة من الاساعة ساعات بخطه في امتحاناتي ان انا اقول للناس مسلا لو سمحت اكتب ما تعرفه عن الدي اتاتش من تيوري وهي دي دي اتاتش من تيوري اللي احنا بنتكلم عليه اللي بقول اكتب ما تعرفه عن يعني بنكتب فهمك في سطر اي اربعة خمس طور وتكتب سكتش جنبها اين امكان عشان توضح اللي انت بتور فلو النهاردة انا ببدأ بقوي محاضرة فالسؤال اللي هيجي في دماء كل الناس هاو انتنة رديل ازاي الانتنة بترديل ايبقى ازاي يبقى السؤال لو حاطته بطريقة علمية اخرى ازاي الالكتريك فيلد والماجنيتك فيلد اللي في الماشين جوا ترانسيميشن او او جايد جوا ترانسيميشن ازاي هيسيبوا السل وهيرحلوا يعني ايه يرحلوا يعني زي ما شايفين كده وتمشي ويواردوا فيها وماجنيتك فيلد وهيبقى مطلوب مننا حساب والإي رادييشن والإيش رادييشن اللي موجود عندك ده جزء مطلوب منك حسابه يعني ده حاجة هتتعلمها هنعمل ايه هنحل وعليها زي ما حضرتك طبقت في هنا هتحل مسألة هتشمد والماجنيتك فيد للرادية او اللي مشيت ده جزء ان الاجابة او جزء ان المفروض تفهمه او فتع بيه الرقم واحد اه ايه اللي مفروض اسأله لنفسي وانا بتعلم في الكورس ده او في الدات المحاضرة دي هو ايه اللي هيخلي تتحول يعني ايه فيه معين لو انا عملته وحققته هيحصل ان عليه او هيحصل ان هو بسببه ان الواف هتتحول من او الاجابة اه لان لو انا سايب سلكة عادي لو انا عندي او كابل الريسيبر بتاع البيت يعني انا عندي سورس السجنة اللي جاي من الطبق فوق السطر وبعدين كابل الارف وبعدين سبت انهائة الارف بدل ما وصلها بالتلفزيون انا شديته بالتلفزيون هل لو بيبت الناحية التانية تتوقعوا ان السلك ده هي رضيات سيجنل يعني في سيجنل هتخرج منه الاشارة اللي جاي من الطبق هتطلع من نهاية سلك الكابل الارف هتطلع لك اشارة ماشية في البيت لازم السلكة تبقى في حدود بتاع اللي انا بعتها اه يبقى الاجابة انا خلص سمعت الصوت الاجابة بيقترحها او بيقولها او بيبدأ بيها الكلام ان لأ ممكن ما يحصلش لان لازم في شروط معينة انا احطتها عشان يتحقق اللي كانوا موجودين جوا الكابل اللي جايين لي بالطبق فوق او من السورس بتاعي يخرجوا للهواء ويبقوا وبا متوقع ان يستقبلها الناحية التانية في مكان بالسؤال ده يبقى هنا فيه في المحاضرة دي سؤال لازم تبقى عارفوا ايه وده مفروض الفيديو اللي انتوا تفرجتوا عليه عشان نعود محاضرة اول اسبوع ايه احاول احاول او وبنسميها دي او هنا ازاي الانتنة بتشتغل او ليه بتشتغل بالطريقة دي والجزء رقم اتنين اللي هو كما وفروض دي المحاضرة التانية اللي هنشتغله في الساعة الجاية هنبدأ الاسبات بتاع في فانوكو شفتوا الفيديو حد جير مسلا يعني حد يقول لي ايه اللي اشابه ليه بيحصل ايه هو وازاي بيتم عملية ايه الكونديشن الرئيسي اللي لازم احطه على يعني على الواير او على الطرفين بتوع الانتنة عشان اقول انه هيحصل هضيف عشان اشرح عليها كما زي الصبورة يعني انا لو انا حاطت بلانكا كده اهو انا لو عندي وده اول نوع هنبتغل في الانتنة بتاعتنا يعني انا لو اول انتنة او دايما الانتنة هنشتغل به هنشتغل بابسط حاجة هنبدأ الاناليسس بتاعنا في بحاجة اسمها ودايبول يعني سنائية يعني هابلاي سيجنال من السورس فالبوست تبع على ناحية والنيجا تبع على ناحية زي زمين لما كان بي عندك سلك ودايرة وبارترية فحضرتك بتوصل لطرفين ده ابسط نوع في الانتنة وده اللي هتبدأ تدرسه معي طيب الطرفين دول السلكتين الديبول او من الحديد هل في كونديشن عليهم عشان يحصل يعني تعالوا نفكر بطريقة يعني هل في كونديشن على السورس ده هل السورس ده ينفع يكون دي سي ولا لازم يكون ده سؤال للمهندس بما ان السلك ده بتاعنا سلك طب هل في طول معين محبز انه يكون عليه عشان يعمل عملية يعني في لو انا حققته مفروض هبتدي اراضيات وانا ممكن اراضيات بس دي هتتعلمو في الكورس بعدين مفروض من الفيديو اسمع اجاباتكم على الحكاية دي ده بنسميه flip the classroom ايه condition اللي لازم يحصل يبقى ac excitation طب ده ياخدنا للإجابة رقم اثنين ليه لازم يكون ac excitation حد غير اك يونت ليه لازم يكون ac excitation خلو بلكن انا بعمل شير full screen مباشوف مين بيكلم محمد حسين اتفضل يا محمد عشان يكون field patterns اللي تحصل لأي ac signal عشان يحصل ايه لازم يعشان يكون في field patterns على الوية لان لو dc مش مش هلاحظه مش هيبقى في field مش هيبقى في alternating field يعني احنا خدنا ان voltage signal على السلك لازم تكون ac انتو لسه ايلينا المعلومة دي تمام لسه ايلينا على اللحظة بس هقفر الواتساب عشان ما يطلعش وسط ال خلق تمام لازم تكون ac طب ليه لازم الطيار يكون متردد او voltage applied يكون متردد عشان cycle بتاعتي هيبقى فيها جزء طلوع زي ما انا حط ايه دي كده بالقلم وبعد جزء نزول طب والطلوع والنزول ده يعمل ايه اللي عند signal ما الفلتش هتنخفض بالصفل لكن دي النقطة اللي بيحصل عندها ايه دي attachment لل field اللي كان موض على السلك مفروض ده شفته في الفيديو ليه بيحصل كده هفط السلائد تاني وفي الامر الواقع اللي بيحصل يا جماعة في السيجنال ان انا زي ما شفته في الفيديو بطريقة مبسطة وده مكتوب في السلائز بتاع موضوع الرادياشن ده ان انا لما بخط والتش سيجنال وبعتبر نفسي في الربع الاول من السيكل اللي هو مثلا خلينا اقول لغاية هنا البولتش عمال يزيد فأفكتفلي انت عندك طرف موجب وطرف سالب زي اي بطارين فالطرف الموجب طبعا هيحصل ايه ان فيه عندك خرقة للالكترونز زي ما انتم عارفين ففيه خرقة بتمشي من مكان لمكان ففيه طرف هيتحمل ببوست للاماكن اللي سابقتها الالكترونيات في الرد واللي هو بنسميه وطرف هيأكيوموليت عليه والصيب عندك عضيك والسلكتين اللي انت بتعتبرهم انتنا دول طرف فيه بوستف وطرف زي ما شكت في الفيديو انتم عارفين على طول هل هتقوم بتخلقها او هي توصل بين البوستف والناجتف بالشكل ده ده العلم اللي انتم درستون لو فضل الشكل على الشكل ده على الربع اللي هتفجل بنفس بتزيد بتزيد للأبد كده هيفضل ماسكة في السلك بين ده الحقيقة اللي بتحصل ده الحقيقة هتحصل لو فيزيكالي لو انا فضلت عمالة زيد زيد لما لا نهائي لانا عمالة وعمالة يزيد بتزيد اللي تحط على السلك ده اللي احنا درسنا زمان لكن اللي بيحصل بقى في الانتنة بالشكل اللي انتو عارفينه او بالشكل اللي احنا متعلمينه ان هيحصل ان ان انت عندك الاشارة هتبدأ كده وبعد ترجع عليها الفوات تاني من الدور بتاعة السيجن فهي يحصل وانا على يعني 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 لكن الاشارة عمالة تنعكس 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 في الحالة دي يبقى عندي البوستف بتشارج والنجاتف بتشارج اماكنهم هتتغير على انا كل ما وضيف هنا نيجاتف فالبوستف عمالي قل والنجاتف هو اللي بيدوميني عشان اقلل البوستف بتاع اكين افكتف للبوطش بتاع عمالي اجراء في الحالة دي انت عندك هيتغير اتجاهها من البوستف للنجاتف يعني انا كنا بنفض لقطات كده من السايكل وهي ماشي طب بصوا لو اكنا عملنا عند اللحظة سفر هيحصل ايه سفر تمام سفر دي بالنسبانك يعني يعني ما فيش تشارج طب لو ما فيش تشارج وكان فيه في السايكل دي تكونت وبعدها جات التانية اللي هلف عليها بالاتجاه العكسي او هيحصل ايه هيحصل مش هتلاقي تشارج اصلا تتخلع حواليها والخيوط ده هتلف على نفسها هتلوكاليز على نفسها قادي اللي كان جاي من الاولاني وده اللي جاي راجع من التاني الاتجاه ده فعلا ويحصل ايه وتحصل عملية ويبقى عندك من او ده وده اللي خرج من طبعا تسكتش تلت خطوط دول مش ده تلت حاجات فعلا وفي نفس ذات الوقت في منفس الشكل عمودي على دي يعني احنا نرسمها حبارة عن بالشكل ده وفي حاجات عمودية عليها بالشكل والاتنين مع بعض بيبروباجيتو في اتجاه هنقول مثلا ودي تبقى الويرلس هيدي واحد فيكو وده الكلام اللي موجود في الشكل بعد كده دي ان انا عندي السايكل الاولى وده بعد الربعة ده على ربعة او هنا بنسمي السايكل بتاعتك عندي تكونت خطوط لما السايكل بتريبرس هيكون الباكت الاولانية قطعت مسافة فلتتكون الريفيرس الناحية تاني وتبتدي عبارة عن كل ما العمالة تتغير كل ما فيه يعني عمالة من ويبتدي احسن الريفيرس هيدي ويبقى فيه في الحانة دي عشان احصل او ان انا اقدر ان احصل على الريفيرس والمغنيتك لازم يكون عندي عشان بتاعتي يضغير وعند اللحظات اللي هي صفر هتم بعملية بتاعتي ارجع للسؤال رقم اتنين هل في زي ما شفته في الفيديو عنده يعني ايه كلمة للمهندس يعني كل اليمبوت باور او الكون اللي دخل على طرفين السلك او بتاع الدايبول هل تحول الراديات ويف ودي هتدرسوها احد برامتر الانتنة احيان ادي ايه من الراديات باور الراديات باور اللي تم على الدايبول ده برامتر تحسبوه كفاءة الراديات من النواحي العملية الراديات بتاعك جماعة عشان يبقى كفاء يعني او نسميه لازم يعدي نسبة الخمسين في المية يعني نص الراديات ازا الامبوت تلع از اراضيات السيجنل وشاير المعلومة لان احنا التانية هتقولي طب لو الانتنة قل من كده من اعتبرها زي ان ما تنفع في الكممي وممكن نستعملها في حاجات تانية في النيرفيلد مثلا او في او اي شي تاني لكن على مسافات لأ ده هنا كفاءة انا اصلا مدخل باور بخسر نصها اصلا قبل مطلع في الهوا ولسه الهوا يقضت علي لصص فانا هوصل لرسيبر على كام ففي الحالة دي حسب الابليكيشن نرجع للسؤال رقم تلاتة هل في طول محدد عن كان يبقى كفاءة او كفاءة بقى هنقوم بطريقة كومنتو اه في اطوال محددة للانتنة لو هنعرفها بعد كده لما نعمل الانتنة هنلاقي ان في عندها او هيكون اعلى ميون هنا بيقولك ان وزي ما شفته في الفيديو انا بس او بالزبط كده لو ايو ايو لا موجود في الفيديو والله بس يعني ممكن عيده تاني او هفتح الفيديو مش مش في اول فيديو يعني اول فيديو ده اللي هو الفيديو بتاع المحاضرة ولا الفيديو اللي جاي من اليوتيوب اه انا هنعيده دلوقتي مع بعض نشوف اذا كنتقدروا تسمعوه او تشروه احنا مع بعض دلوقتي على الحتة بتاعة زي ما قلنا ان لو بتاعة او بتاعة ايه 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 تاعة اللي موجود هنا او بعد كده هنعرف او مضاعفاتها يعني ثلاثة لندة بيتو او خمسة لندة بيتو طب ايه علاقته الطول بتاع راديشن ده هيبقى بقى محور دراسة لما هندرس الوار انتنة بالتفصيل طيب هيجي حد يسألني احنا يعني احنا كده فهمنا او عرفنا ان فيه ممكن نخلي الالكتريك فيه اللي كان ماشي في السلك انا اسفل جدا على الوصف لو كان بيان لكم ان ان او هزي هنمشي في الكورس ده عرفنا ازامرت ان فيه او ان فيه انواع من الانتنة او بيحصل دي اتاش من ويمشي في الجنة الكورس بتاعنا هيمشي كالقاتل اول حاجة انت فهمت او النهار ده اول كده عرفت ان كده ان فيه معين لو عملت وحددت كل الانتنة بطريقة معينة عرفت ان انا اقدر اسمح اللي كان ماشي جوه او ممكن يتحول لرديوية المود وتبقى انتنة زي الارجبة في المودم او على العربية او في الراديو الترانزيستور او هو الموبايل كل ده انتنة بتستقبل يترسل رديوية السيجنل او السيجنل جاية الكورس هيخدكم ازاي بقى عشان تتعلموا القصص دي الكورس هياخدكم ان اول حاجة هنعلمكم هنشتغل قلنا على الانتنة اللي هي عبارة عن وتمشي مع سلكة مازالت متوصلة في السيجنل بس هفليها ترديال عشان ادرس السلكة دي هعديكم كزا مرحلة اول حاجة هندرس عشان نقدر حسب الالكتريك فيد اللي هما بتاعت اللي حضرتك شفتها دلوقتي وبعدين نبتدي نصنف لك الزونز حوالي الانتنة هل الانتنة وانت قريب منها نفس بنسميه الزونز النير والفار فيلد للانتنة طب انا لما احسب الالكتريك فيل ومجنيتك فيل دي كمهندس انا عارف من اللي درسته نقدر احسب الرادياشن باور اللي طلع من الانتنة دي لان انا عارف القاعدة المشهورة اها في على تحسب الباور في اي الالكتريك فيل كمان اقدر احسب خواص الرادياشن ودي بعد ما تخلص غالبا هكون محاضرة او محاضرة ونص هتوصل فيها انك تحل الالكتريك فيل والمجنيتك فيل بتاعت هو ايه الانتنة طولها صغيرة جدا 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 هنحل ماكسول ايكويشن لدلت ازد طول انتنة اقلب كتير من الان طب يا دكتور وده حاجة يعني صح يعني ان احنا نعملها دي ايدل بنسميع حتى ايدل دايبول طولهم صغير قوي بالنسبة بتاعت السورس اقول لك اندك راجل بتتعلم اهم حاجة تدرس اول واعمل ليه لانك بتبسط جدا نحل ماكسول ايكويشن اللي هي سكند اوردر ديفرينش ايكويشن بتبسطه جدا اللي هو اخدت درست اول انتنة سغيرة كده في حياتنا هتقول لي يا دكتور هقولك لان انت لما الانتنة بتقصر جدا 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 كده هنقدر نعتبر ان الكارنت اللي عليها ثابت ده لكن هو في الحقيقة اول بس تقدر تحل المعادلات وتفهم الكونسيبت بتاعك وتحسب اكروبسيبت الالكتر وماجنيت بعد كده اقول لك لا تعالي يا شاطر بقى ده الانتنة زي منفعل ده ده دي مش حقيقة تعال كده نوريه دواير انتنة برضو بس هنكبر الطول بتاع الانتنة شوية هنخليها اكبر شوية من لندا على عشرة يعني مش سناء الكتب برضو لكن شورت طب دي فيها ابروكسيميشن يا دكتور اه هنا بقى هيبتدي يظهر بس هيكون ستين لينيار فايه تصدر المعادلات لان المعادلات بتاعتك وحساباتها والماجنيت مرتبطة بشكل الكونسيبت اللي على الانتنة اللي هي هنقول لك لقد احنا بدل ما نحليها سهيدة سويدة نحنخليها لك بالشكل ده ويبقى الانتنة ليها طول من دلتا زد على الاتنين لدلتا زد على الاتنين وهنطلب كامل عشان برضو توصل للهدف بتاعك اللي هو حساب الالكتري فيد والماجنيت فبعد كده اقول لك لأ بقى تعالي انا لازم اعرفك الحقيقة معلش انت لازم تجي انت خاص بهمت بقى هنيجي نعيش الواقع انت هتشتغل دايبول بس هنقول لك الحقيقة اللي هي ممكن اسألكم سؤالها هو الواتساب بيبقى لكم اي حد مش بيزهر طيب تمام شكرا تمام فيحصل ايه انتو تدبع تدخلوا ان ال Current Sinosolidal Function وانتو لما هتتعلمك هتعرفوا يعني ايه ان Sinosolidal Function تخش الانتجريشن بتاع المعادلة بتاع بس هندرسها مش هنعمل فول بس هنقول لكم الفونكشن اللي هي ال E وال H اللي بحل بتاعها هيكون ايه وتبتدو تاخدوا ال E وال H وتبتدو تشتغلوا بهم for subsequent stage ايه هي ال subsequent stage بقى لها المحاضرات اللي بناخد لها برضو محاضرتين بعد كده اللي هي زي تحسب الانتباء الانتنة من ال E وال H يعني وانسنا بوسط ال E وال ال اللي هيطلع من الانتنة بتاع الباكت اللي عملت دي حضرتك مطالب انك تحسب عشرة ممكن الانتنة بتاعتها يبقى عشرة برامتر يعني فيها عشرة برامتر مهزة تلاتيين زي ما تجيب ال IC ها ولا بتجيب ال L أو بتجيب ترانزيستور مش ليه ال Beta وال G ومش عارف ايه الانتنة عشرة برامتر تطلعين منها لو انت بتشتريها معها هذا يبقى حاضر زي تبهم يعني حضرتك بتتعلم زي تبهم انا لقدمهم طبعا وتفهم الاوكوت ده جاي من ايه وده كل جاي بعد ما بتحسب و الماجنيتك باجي في المرحلة اللي بعد كده في الكورس بقولك طب لو طول الانتنة مش لامضة بيضو احنا بنيجي اقولك طب لو الانتنة دي الاطوال بتاعتها اتغيرت بقيت لامضة 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 اللي هتحصل على الانتنة دي هل هي بنفس الخواص ولا خواص هتتغير بتاعتها يعني ولا هيحصل ايه ده جزء مهم جدا في اختياراتك وايه او ايه او ايه هل كل مرة رانضة بيتو دي احسن حاجة هتاخدوا بعد كده ان الجين بتاع الانتنة برتبط بطولها كل ما زود كل ما الانتنة والجين يعني وممكن الكفاءة تعلي كمان طب افضل يا دكتور ازود ما لا نهاية يعني اطول الانتنة كده واخليها طويلة 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 عشان ناخد البرامتر اللي عندي لا والله كل حاجة عليها مش هقدر ان انا اعمل كده فده هي برضو جزء من الدراسة هنا عندنا او تسالس للكورس ان احنا هنشوف والدزاين على وازاي في حاجات هتوقف يزود الطول ولا يزود الانتنة تكون كبيرة وهل في حاجة بتأسر على التانية ولا لا كل دي حاجات في الكورس بتاعنا ده نسميها الواير انتنة فكل ده اللي هي بتاع اللي موجودة عندنا وتغييرها في الديزاين او نيجي بعدها نقول لك الناس قرروا ما يشتغلوش بانتنة سناياتك وبتخليك اتخيلوا كده العربية ولا الطيارة وتقدروا توصلوا عليها السيكتين واحدة فوق واحدة تحت بالشكل اللي انا كنت رسمي ده انتو شفتوا الشكل ده في تريفزيونات زمان ما حدش فيكم شاف تريفزيونات زمان اللي كانت عاملة كده ما ده دايبول اسمه دايبول وطبعا الشكل ده بقى دي او خارج عن الاطار ما عاش فيه كلام ده اصلا نهائيا بس ممكن حد يكون مزال يعني طبعا انتو عندكم في حاجة اسمها الرانزيستور اللي هو اللي زي ماما بتحطه في المطبخ كده تقولك انا بحب من انا نفسي شخصيا بحب حد شاف الحاجات دي قبل كده او العربيات القديمة كان عليها برضو انتنة وكده سلكة كبيرة برضو جايز انتو حديث مشفتوش الكلام حد شاف الكلام ده اه زمان اه انت من زمان ولا عندي تيتا بقى او حاجة قديمة اه ماشي اه فيه ناس لسه محتوظة بالتلفزيون ده بتحطه في القوضة جوه ولا اكسترا او حاجة ده اسمه مش سليف ده اسمه دايبول اللي هو سلكتين فعلا وكان محظوظ كده بتحط فوق يعني جوه تفزيون كده تحركوا يمين وشمال ده انتنة نوحة دايبول سلكتين بس على شكل حرف بي الراديو الترانزيستور اللي في البيت اللي هو بسيط جدا اللي زي ما تقول والدتكم ممكن تحط او احد بيحب استعمله من غير نت ومن غير بتاع ده اسمه مونوكول انتنة ايه ده يا دكتور انت قلت كلمة جديدة مونوكول ما انت كنت شغلة ضيبول اه اجي اقول لك اه ما الناس بقى قالت السلكتين دول صراحة ريدوندونس كبير قوي هو انا ممكن اقص سلكة منهم وانايم الانتنة على يعني يعني اعمل ايه يعني يعني بدل ما الانتنة عاملة كده انا كثير من عندي عربية عندي راديو عندي طيارة عندي سطح جرامد كبير هل ممكن استعمل عن نصها قلقي تماما ويبعني سلكة واحدة وبرضو او اخذ حضرتين هنقول بقى ايه المنقول هي لانتنة وحادي القط وهيجي السؤال في دماغنا دلوقتي لو احنا بنعمل كده الله ما تبقى لي كان طرفين ووستف ونيجاتف لو قطيتي على الطرفين هنا زي زمان وهل في تأثير لل او انا انا اشيلت حاجة من الحديد او هنسميها زي الدواير بتاع عيدنا هل في افكت للجراون ده طب المنقول ده حسن الدنيا ولا سواء ها يعني ولا ايه ولا هي مفروضة عاية ايه 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 المنقول او سايز الانتنة انخفض للنص طب هاليا دكتور هيفضل محافظة خواص اللي دايبول كان بيدي نحن نسائلينها نازل بنشوفها وشغالة بي يبقى ده معناه ان على الرغم ان الصايز بتاع الانتنة هنخفض للنص انا هزل احافظ على نفس كفاءة الانتنة اللي طالع عن الانتنة الانتنة اسمها راديتور يبقى اكيد لها راديتور او راديتور لوما العاشرة اللي انا قلت هنترس في خلال المحاضرتين يبقى انت عندك محاضرتين عن محاضرتين عن الانتنة ومحاضرتين حسب بقى طاقتكم بعد كده هنبتدي نعمل ايه بعد كده هنبتدي نتكلم على الواير انتنة وازاي اختار الدزاين برامتر بتاعتها وادرس تأثير في حالة المونوبول انتنة بعد ما نخلص مكتبة الواير انتنة بكل اشكالها مهما حسنته هننهي فعلا المنطقة دي انك هتوصل للتب او او اكتر حاجة تقدر تطلعها من اعلى جين واعلى كفاءة واعلى كل حاجة بس ما زالت نسم طيب يا دكتور هنعمل ايه هنقول الحاجة العربية العطلونة اللي ما يعرفش سوقها واحد نجيب لها ايه نندي على حد يساعد صح? ولا انا غلطة? انتو نمتو ولا رحتو فين? مع حضرتك تمام. مع حضرتك تمام. هنجيب ايه? لو واحد انت في الشارع بيقولك عربيتي عطلت وعايزين نزقها. والباور بتاعتك مش تباقي هتعمل ايه? هنجيب انتو هنجيب ناس تانيين. هنجيب ناس تانيين يزقوا معنا. صح? هو ده الادريس. هتدريسه بقى ازاي بحيث دي 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 البروبرتز وبروبرتز اعلى للرادية. يعني بدل ما يكون السيستم بتاعك في وان انتنة لها ده سيستم بتاعك بقى مصفوفة. وان ديمانشنل تو ديمانشنل. المهم انك لما تحطهم ازاي تطلع البروبروبرفورمانس بتاع مجموعة الانتنة دول لما يشتغلوا جنب بعضه معضا. دول بناخد لهم برضو مخاضرتين كده ومخاضرتين مروس. طيب بنيكي بقى نقول اه طب خلصنا الارريس وفهمنا لما عدنا طب يا دكتور خطلنا الكلام جنب بعضه. طب اللي عملنا ايه 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 ميزة وايه لعيب. وهنعمل الاناليس للكلام ده وتقطع حاجة حال الكلام ده كمهندس. ده بيبقى سؤال فاندامينتا بنتعان سؤالي القرية ده. انا نجي نقول لك اه ده السيستم يا دكتور وانت لسه انت عملت شحلنا واير واير انتنة. بعض الابديكيشن لسه بتشتغل فيها واير انتنة. حتى الراوتر اللي عندك في البيت. مش عندكو راوتر او مودم في البيت? كلنا عندنا. كلنا لو روحنا البيت النهاردة هتلاقوا فيه بتاع كده طلع حرف قل من المودم. ده ايه دي? دي كوارتر ويف لنس منوبول انتنة. طولها كوارتر ويف لنس. ودي مونوبول لانها احادية القطب. كان واحد عارف او شايفه في البيت حتى كان ماما تيجي تنظف تقول لها بتاع دي مالة يميل مالة الشمال وساعتما ما تقول لها كميلها شوية ممكن تدعمل النت. انا في شاية حاجة بالكلام ده اللي دعو بالموضوع. كم واحد شافها في البيت او عارف ان دي انتنة? كده انتوا عاكين دي الانتنة اللي طالع من المودم الويرلس. مفيش حاج عارف كده? يا من عمالها سيما عاملة الراديو كده كده بتأثر ان انت زي ما بدي الراديو. زي ما بتأثر الراديو في الارسال وكده. مسكة مثال ان دي واير انتنة. اه دي واير انتنة على الجسم بتاع المودم. المودم ده بيعتبر هو بتاعتها. ودي موجود وحي معنا لغاية دلوقتي. يعني الوير انتنة لسه شغالة معنا عادي من ده صارتش يعني. بس هتيجوا تقولوني ده النهارده السيركيس كلها. بلانر وبرينتيس سيركيس. ويعني ما يحتاجين ان فيه تطبيقات كتير تكون كلها زي الموبايل. دلوقتي هل في اي انتنة طالع منه? على فكرة كان فيه موبايلات زمان. طالع منها انتنة كده الاديماوي. ممكن تعملها ليه سيرش حتى. اه كان فيه يطلع كده حتة كده بتاع الموبايل. لما كنا نفتحها كنت لقوا فيه سوستة زي عاملة زي سوستة الالم من السكرون. السوستة دي كانت الانتنة. كانت وبالناس بتحب تشتغل بها الموبايل. ولو وصل لما لو وصل. هنقولوكم ليه الخواص بتاعتها كانت بالناس بتحب تشتغل الموبايل وبعني تم استبدالها. طبعا تم استبدالها عشان الشكل والانيك ده ويقاش فيه انتنة كده وفي كله. فهندرسوا برضو هتاخدوا منحضرتين. فيشهر انواع الانتنة اللي هما المايكروستريب او الانتنة. الانتنة اللي هي بتنزل على البوردة الخضرة اللي انت عارفها للبوردة الالكترونية دي وتبقى جزء من سيستم بتاع وتكون متشتغل. ولازم تاخدوا بتاعتها لان حضراتكم كله طبعا كل العصر اللي احنا فيه لازم تجارفوا بتاعت المايكروستريب او البلانر وهوتو راديت وانت على سبستريت او على بوردة. لو ربنا احيانا وكان عندنا وقت كمان ممكن اديكم محاضرة عن البروت باند انتنة زي واشكالها لانها تطبيقات كتير. ومهم انت بقى عندكم اوور بيو عنها ما غير ما نخصش بتفاصيل السيوري. بس ممكن اديها لكم على اساسية برضو انتو خدتوا الريزمند انتنة والبروت باند انتنة وخدتوا فكرة عن المواضيع دي كلها. لو بصينا على اه محاضرة اللي لو انت بصيتوا هنا انا سايبه بعض الصور لبعض الانتنة هنا في يعني مسلا الانتنة اللي هنا دي دي الشورت دايبول او على فكرة شكل تاني من اللي هو اللوب بتاعت الانتنة ديت اللي هي على شكل غيرها او برضو الطول بتاعها اقل بكتير من لاندة. وزي ما انا شايفين الخواص بتاعتها ان الريزيستنس بتاعتها يعني لو ايمبوت ريزيستنس هي صغيرة فاعتبروها حاجة صغيرة بفوليوم صغير اكيد طائطها على قدها. فاكيد هتطلع على كفاجة اللي خارجة منه. بس هسأل سؤال هنا للشباب اللي لسه معي. انا شايف العدد العمل ينزل ينزل يعني فاتمنى ان ايه الناس ورا حاجات تانية في يوم الاجازرات. فا اكمل تفتكروا لو انتنة لها وanno ايمبوت ريزيستنس و ايه العيب القاتل في كده. واضح ان ده من نبر صوتي حتى. تخزين طاقة؟ بتخزن طاقة؟ لا مش الفكرة فيها تخزين الطاقة بس. وممكن الرياكتف باور اللي هنتخزن فيها عالية جدا لانه فيه هاي رياكتنز. فده معنى ايه؟ ان هيحصل على الرياكتنز على الرياكتنز باور اللي ممكن تطلع على اليمبوت باور اللي داخليها لك من السورس. جزء منها هيتخزن ومش هيخرج في صورة تراديشن او فيه حاجة تمامان. لما اقول على انتنة. دايقنا جدا جدا جدا. يعني وهرجع لكم جملة وتتذكروا كمان كم محاضرة لما نخش في الكورس. هقول لكم دموقات ديزاين احسن انتنة في العالم بس تقعد جنبك على الدكة وما تركبش في اي حاجة. تفتكروا ايه السبب؟ محمد حسين البيون هو شان الميت. سبحان الله رب بص عليها الاسم ولاته بشي الميت. اوالله فعلا لست كنت هنازي عليك انت تطوع في بعض. ممكن يحصل على التنوية شان مصر انا. عشان التوت ماشي. لا اشي هو ده اسمي اشي هو ده اجابت السؤال. افتكروا اللي درستوه مع الدكتور حسين. ترانسيميشن لاين اخر وانتنة. ترانسيميشن لاين او كابلات اللي انت بتشتغل بها عادة في اي سيستيم او حتى لو الكابل ده برينتت بلانر على البور ده. عادة ليه كاراكترستيك انبيدنس من خمسين لخمسة وسبعين. صح او انا غلطان. معظم الكابلات الترانسيميشن لاين انتو خدتوها كده. لما اجي حط عليها انتنة لو ايمبوت رزيستنس لو بفرضها كرقم. اللو ايمبوت رزيستنس عبارة عن هنقول خمسة زائد جي خمسين. قديم الريفلكشن هيرجع عليه. يعني عندنا ضعيف جدا جدا جدا. يعني معنى كده الباور اللي جاي من الامبوت دي مش هتخش للانتنة. فالانتنة انا عندها لو ايمبوت رزيستنس. تقريبون الرقم بتاعها حالما بيتحسب بيبقى عبارة عن عشر او خمستاشر. زائد جير وبعمير. تيجي حضرتك انت عايز تعمل ماكسمن بار ترانسفير. وانت عارف ان ماكسمن بار ترانسفير من السورس اللي الانتنة اللي يليها دي. هتضطر ان انت عايز تخط اكسترا ماتشنج سيركت عشان تنجلكت الامجناري بارت. وكمان عندك هاي ريفلكشن هيرجع على سورس نتيجة الفرق الكبير بين الامبوت ريال بارت والايه والترانسفير. فلما الانتنة بتبقى لو ايمبوت رزيستنس وهاي ايمبوت رزيستنس. وبتبقى صعب علينا الماتشنج يوم نضطر نضيف ماتشنج سيركت من بره وده بيانتروديوس لسيستن بتاعي. عدد اوى نحب الانتنة اللي الريال بارت بتاعها في عدود الخمسين او الخمسة وسبعين او مية بالكتير قوي. وان الرياكتب بارت لم حتى بندزاين حاجة مثلا فور ريسيرش. ونبصت علي ماشن الريبورد ليه بيقرب للصفر او اربعة او خمسة يعني فيري نومنال انه هو يفوم موضي. في احد الصور واحد الابليكيشن ادي اشكال الهوفويف دايبول في الحقيقة في الصورة الاولانية. ادي شكل مايكروستريب انتنة ولو عامل منها الري ممكن سيستن يبقى عبارة عن ثلاثة في ثلاثة زي ما انتم شايفين في الصورة التانية. كما احد الواير ايلمنت الري ان بدلا ما يكون بلانر ممكن يكون واير ايلمنت اللي هو لياجي اودا انتنة. وياجي اودا انتنة هو الاريال اللي انتم عارفينه بتاع زمان اللي كان موجود على السطوح في كل بيت. ده عبارة عن واير انتنة محطوطين بشكل معين في صورة الري. وكنا بندرسهم في وقت المعنى ما كنت ادكوا دراستي ياجي اودا ده وكنت بحلوا برضو يعني. وركزنا اكتر عن مايكروستريب دلوقتي. بس موجود في الكتاب بتاع احد الاشكال تانية من الاريال اللي هو انتم بتسموه اللي هو الاريال بتاع زمان اللي هو اللوك بريودك. المسافات بين الاريال. المسافات دي لما تتعلمه في الاريال هتلاقوا انها تزبط الباندويتس وتزبط الجين. يعني اكتنا بقول مجموعة من الناس هجاء تزقق العربية. يبقى الباور بتاعتهم كلهم مجمع عشان تزقق العربية. في حالتنا احنا في الانتنة مجموعة من الواير دايبوز هيجوا ويعودوا جنب بعض بسبيسين محدد الكتريكالي. هيحصل ايه هيحصل ان الالكتريك فيل بتاع كل واحد لوحده يبقى تكون استراكتف لقدد للتاني. فيطلع ايه سوبر باور او سوبر جين او سوبر بروبرتز للانتنة دي. دي فكرة الاريال. كمان احد الاريال زي الانتنة. الانتنة دي او 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 بروت باند انتنة. انا عاوز انتنة لها باندوز كبير. طب ايه الفائدة يا دكتور ما انا عندي الجين عالي وديركتيفتي عالية. بس الانتنة بتشتغل من واحد جيجا الواحد ونص جيجا. لما قول الانتنة بتشتغل من واحد الواحد ونص. دي has very limited باندوز. نص جيجا يعني 500 ميجي هارتز. طب لو الانتنة دي بقت بتاعها يعني الباندوز كبير بتشتغل من ثلاثة لعشرة. اللي هو الالترا ويت باند. اكيد الناس له على الكمنيكيشن او بيشغل اتصال. عارفين اللي هو من ثلاثة لعشرة جيجا هارتز. طب ايه بقى الانتنة دي جميلة قوي دي تشتغل ما شاء الله بخر سبعة جيجا. ايه الميزة اللي فيها غير السرعة وغير الحاجات الكتير دي. ان انا ممكن بنفس الانتنة. خلو بقى الانتنة بتكون بروت باند يعني محافظة على الخواص بتاعتها بخلال هذه الباند دي كلها. يعني لو بشتغل عند اتنين جيجا بنفس الخواص عند سبعة جيجا بنفس الخواص عند ايه خمسة جيجا. طب ودي حاجة مفيد اه اقدر اخلي الانتنة دي تشتغل عند كزا ترطط بس في نفس الوقت. ببدل ما خلي في السيستم وانتنة 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 واحدة الاتنين واحدة لتلاتة واحدة لخمسة. لقد انا ممكن اخلي واحدة بس تقوم ايه متكبر كل الباند دي وادر ارسل واستقبلها على كل حاجات دي بواحدة بس. دي ميزة البروت باند انتنة. وليها مميزات تانية وهنسكرها في وقتها. بس دي من الحاجات اللي هي ميك سنس او ميك لوجيك وانت بتدرس انتنة ثيرو. طبعا عندكم بقى الهاي جين انتنة والهاي باور انتنة اللي هي الهورن انتنة واعطاكم تشفتوها في المعمل فوق وكتير تظهر في الميلياتري افليكيشن. الانتنة او طبعا الاشهر على يعني بالنسبة لكم الرفلكتور انتنة وبرضي الانتنة اللي هي اللي موجود فوق السطح. وطبعا انتو عارفين الان بي. وعارفين ان الطبقة ده هو عبارة عن البي جمع الاشارة اللي جاية من الساتيلايت فوق. الطبقة ده عامل زي المراية المكعارة وكده بيتجيله الريز او الاستيجنال اللي جاية من الساتيلايت. طبعا انت امك ايه? من عكسة. وكل الهات تجمع على الان بي. عشان كده حضرتك لما فيه يوم او رجل ده لتعدش يولك الان بي مهزوس من مكان مباشا. يبقى مش كل السيجنال اللي جات من فوق جات على مكان الان بي. بحيس هو يتنقل السلك ويروح للتلفزيون اللي حضرتك قاعة تتبرجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الفلو بتاع كل حاجة? دي المحاضرة كانت الاولى. هل الفلو بتاع كل حاجة واضح? يعني وظاهر بالناس باركو? تمام? تمام. طيب. هل في اسئلة? مستني اسمع اسئلة من الناس اللي تسمعيني? تش عمد عنده سؤال كل حاجة واضحة وجميلة يا ما تش عمد قائصة في الصور عن اي حينك? اي الفريد حسيني. محاضرتك يا دكتور. ماشي اي. انتم شاكلوك وكلكم بتاخدوا المحاضرة دي من برا البيت. مش عافري احسنتي كده. انا في مكتبت كلية. مكتبت كلية ماشي اي. ممكن تجيلي المكتب دلوقتي وانا ما تخلصي شوفها. طيب. اي عندك اي استفسارة عن المحاضرة او اي حاجة مش مفهومة? لا لا تسلم يا دكتور. انت عملي اللي قلب عشان اسمي? بسمة اللي جنبها بسمة صلاحة. فيش طلبات يا بسمة? هل تسمعني? لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور ماشي. علي عائد المهدي. وانت اعتبرت ان المحاضرة بتخلص وتفرجوا من السيشن ولا اي مش عاية مستماشي? تمام. يعني انا هاولي نسفوت على متردو مبداعيا كده. اه حيجيلكو طبعا معدر المحاضرة اللي انا هتنطمد عن ايه هنحضر عليه. طبعا انا كنت عايزة ادخل في المحاضرة رقم اتنين اللي هو بس انا شايفة العدد عملي ايه? ولو انا بدأت الاسبات ده النهاردة. وانتم ما سمعتوش الجزء الاولاني منه مش تعارفوا تكملوا جزء الثاني منه. فانا افضل ان هو يبقى بتات المحاضرة الجاية. المحاضرة دي كلها متحملة عندك على المس. اه وهنزل الفيديو ريكوردنج وانس ان ينزل على المس عشان اللي عايزة اسمع البداية طبعا مش هيعيدها تاني. وآآ يعني لو حصل وداني قفلت خالص. يبقى غريبا هنتقبل يوم الاتنين في المدرج زي ما عادتك وان شاء الله. الاحين بقى ما ايه ما نضبطي. اما لو في معاني تاني هنبلغ بيه المندوبه هو يبلغ. في حد عنده اي استفسار او حتى ملاحظة عملية. على الشرح على اي حاجة اي فيدباك قبل ما مشه. اه دكتور. شكرا يا ماري. ما عايز ان تكتبوا اي حاجة ميسج وهايا البناتها ما تبعت لقلوب. اللي حاجة جميلة مثلا. تمام. اه حسام هنا ولا مش هنا. والله خرج هو كمان. مع حضرت يا دكتور. مع حضرت يا دكتور. طيب انا يعني المحاضرة جاية تنبه على الناس الحدود. لانا ممكن فجأة لها القلوب مقصة بقول ان نفتح. من حاجة انا بقولها في المحاضرة. وهقفلها. فالناس بمتابعة بعد بيحصل عشان مبقاش في مفاجئة. تمام. اوكي يا جماعة. نشوفكم على كير الاسبوع الجاية ان شاء الله. وان شاء الله يعني هنكمبنسية اللي حصل في اول اسبوع ده. يعني مش هاخد حاجة زيادة اكتر من كده. من النهاردة. وهنمشي بالريد بتاعنا بازن الله. ولو احتاجنا حاجة وشايفين بيدي لأي. يعني ايه بخليها للآخر. لو محتاجناش. وبخلص الحمد لله دانيا هتمشي زي ما هي بازن الله ان شاء الله. امام? فمش عايزة استعجل وقول لا انا عايزة اعود اولى والتانية. نحن نجري. لات اقلق. حد عايزة اقول حاجة سامة. اتخضر. كان فيه. كنت بعتلي البليلستة المتسجلة. وانا كنت بعتليهم انهم ما يشوفوا اول فيديو منه ده اللي كنت فهمت من حضراتك. حضراتك قصدك على فيديو تاني. ايه. اه ما بعتتيش فيديو تاني. لأ. لأ. قلت لهم يشوفوا في المحاضرة المتسجلة. اه. اه. هو في اول فيديو في المحاضرة المتسجلة. بيقول نفسك سوريا انا اسفة. بيقول نفسك الكلم اللي انا قلته النهاردة. كان فيه لنك اللي هو جوه المحاضرة اللي هي البرزنتيشن. انا بس هرجع لده. كان فيه فيديو ممكن نختم بيه محاضرة النهاردة. هنشوف ازا كان لو انا فتحته على يوتيوب انتم هنشوفه ولا لا. ده الفيديو اللي هو بتعديه اللي قلته احنا شفناه. فمعرفش انتو قذب على ده ولا انتو شفته ده ولا لأ? لأ هو انا كان قصدي ان اول فيديو في المحاضرات المتسجلة في لسه الحرائيك بعدين. دي الحرائيك بعدين. طيب. مش مشكلة انا هحاول اشغاله دلوقتي اه اه. كنت مش شايفين حاجة دلوقتي صح? انا عملا شير سكرين للباوربوينت بس تقريبا بل انتش. اه تمام انا هعمل ستوب شيرين وهعيدي الشيرين تاني. انا هشير بالسكرين كلها طبعا لو اي حاجة تظهر بتاع الشاشة يعني دعم هون تشوفوا اليوتيوب دلوقتي شايفين اليوتيوب? وبعدها هبعت اللينك دي على الدفعة او هي موجودة اصلا دفعة او المحاضرة. اليوتيوب بيشتغل ما افترض انا عندي هنا ممكن ابعت اللينك دي على الميتنك برضو على اساس آآ او حد عايز شغالها او حد كتبهون ده شيرين ميتنك باون قرب كده شيرين ميتنك ها شبهون لا شوفوا جدا جماعة حانا انا اشوف الدين يى حتشغل ولا لا تسامعين مع اي يعني بدأت الشاشة تتغير صح? او كمين جديدة حتى او ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 بتتم عليهم خلي بالك بالموبايل بتاعك في اكتر من انتنة في انتنة في انتنة في انتنة اشتركوا في القناة 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 اي اسئلة تانية يا شباب معلش يا دكتورو حافظة كنت لما جدي شرحتي الدايبول قلت ان بيحفة الرادياشن لما تي كانت بربعة لما تي اكولتي على الاربعة وبعد كده لما جينا شفنا في الانتنة في الوايرز قلنا لما تي بتساوي تي على الاتنين بيحفة الرادياشن فهو الفرق ما بينهم ايه بالزبط لا هو مش بيحفة عن تي على الاربعة او تي على الاتنين بيحفة الرادياشن هو الفكرة تغير الانتنة عند كل جزء من السيكل بتاعت الكورنت السيكل بتاعتك فيه اللي هي شكل معين وانس ان السيكل تقفل يعني تي على الاتنين احنا زي ما قلنا بيحفة الريتراليزيشن شورج البوست بأدل ناجاتيب فالفيلد لوك تست تقفل على نفسها فهي احنا لما كنا منشرح نتقول مش بيحصل ردياشن في تي على الاربعة او تي على الاتنين هو تتابع كده في الاربعة او تي على الاتنين عشان توصل من الفيلد الياكتر في المالياتيك فيلد يسيبوا الواير ويمشوا البرادية انا كده وضعت انت عايزه ولا الفكرة بس هو مش يعني في الفيديو هنا كان عامل على الانتنة نفسي فكرة الدايبولز ان هي يحصل ردياشن ساعت لما البوستيف يبقى منطبق على النيجاتيب موادية عند التيبة الساوي كام بسي على الاتنين بسي على الاتنين بسي على الاتنين لما السايكل تقوم بسي يعني الوطوش يبقى بسي فالفيلد نجيش تشار على الواير اهو مش هيبقى بروبعي شايت لما قلت انه بيحصل فبيقربوا من بعد في عدد اهو ده جزء الاولي يعني الامباستر بناجد بنت عملت النص اللوب النص التاني هيجيلك من اين يعني الانت اللوب هتقفل على الروسة وتبقى لوب لوحدها فبقيت الروبعي التاني لو هو بينزل اهو تمام في الاول باكت هتطلع لك وتبروبا جيت لما النص الاولي اني مستايف بتاعة الاسي بتاعة القرن تبقى عندي على الاتنين والنص التاني تمام اه كده تمام اه تمام شكرا يا دكتور انا عفو عليك شعيك فضل انا دي حد تاني عنده اي سؤال خليبين اي جماعة شايف اهو كل الناس ماشي جماعة خلاص تمام اللينك بتاع الفيديو زي قلنا اللي شغلنا ده موجود في اللكتور نمبر وان اللي هي تحملها لو حابين تعيدوه تاني وانا كنت حطى برضو على الميتنج هنا لو حابين تشوفوه تاني ونشوفو ان شاء الله على خير الاسبوع الجانب انا هوقف الشيرينج ام وهوقف الريكوردي وطبعا هو هيجيد اللينك ديت او للفيديو ده هينزل عندي